السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم جيجي من قناة جيجي فريد هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله طاجن الفريق باللحم على طريقتي اول حاجة بجهز تاسع النار فيها معلقتين زيت وعليهم بحط معلقة زبدة ممكن تستخدمي زبدة ممكن تستخدمي سمنة ممكن تستخدمي زيت بس زي ما تحبي انا بحب استخدم زيت وزبدة وعليهم بصلة كبيرة متقطعة قطعة صغيرة ومعاها فصل طوم واحد بس انا البصل وفصل طوم دول عملاهم عشان كبايتين فريق كبايتين كبار بقلبهم واشوحهم مع بعض على النار بكون سلقة لحمة بكون سلقة كويس ما تكونش نقصة سوى لان الفريق ما بياخدش سوى كتير على النار فاللحمة تكون مستوية جهزة يعني بقطعها قطعة صغيرة اللحمة المسلوقة دي بقطعها قطعة صغيرة عشان هحطها جوى الفريق والباقي هحطه على الوش هو ده اللي انا قطعته هقلبه مع البصلة شوحها مع البصلة وبشيل كم قطعة لحمة مش متقطعين يعني قطعة كبيرة مكعبات كبيرة هحطها على وش الطاجن قبل ما نزله قبل ما حطه تحت الشوية بقى بقى شوحهو في اللحمة مع البصل وفص الطوم يعني بقى سيبه شوية حوالي كده دقيقتين مع البصل وده هحطها على وش الطاجن قبل ما حطه تحت الشوية اهي هي كده بدأت تتشوح كويس اهو عشان تبقى ريحتها تاخد من راحت البصل وده الفريق انا غسلهم صفية كويس بشوحه برضو معاهم هقلبه مع البصل هشوحه معهم كويس انا مجهزة هنا للفريق دول كبايتين فريق مجهزة لهم كبايتين شوربة اسيب بقى الفريق هو دي التوابل بقى هحطها على الفريق دلوقات هو بتشوح ده مكعب مرقة هحطه وهحط كسبارة نشفة وكمون وصبع بهارات وقرفة وفلفل اسود نص معلقة زيارة من كل حاجه القرفة بتديله بقى مزاق برضو حلو جدا وبقلب التوابل كلها معاه طاج ان الفريق باللحمة ده بيبقى جميل ومميز جدا ان شاء الله تعمليها هيعجبك قوي هم كده تشوحوا كويس على النار بحب بحط عليه معلقتين سلسة سلسة هينز دي جميلة عشان بتبقى عاملة زي طعمس التماطم فبتبقى حلو قوي وقلب برضو الصلسة عليهم وبعدين هضيف الشربة هم دول زي ما قلت لكم كباتين فريق بياخدوا كباتين شربة تقريبا هم دول كباتين شربة تقريبا انا بتعمل بالتقريب طبعا بس ايه يعني هم دول كباتين اول ما هسيبه بقى يغلي اول ما هيغلي هوطي عليه يعني هتعملي معاملة الرز في السوا اول ما يغلي كده يبتدي يتشرب ما يتشربش قوي يعني يبتدي بس يتشرب كده ويغلي وطي عليه هو بياخد حوالي على النار عشر دقيق بيكون استوى على نار المتوسط بحب قطع عليه بقى طماطمية صغيرة كده بعد ما يدخل يبتدي يغلي بقطع عليه طماطمية صغيرة بتخلي طعمه كده احلى ممكن تزودي الطماطم لو تحبي ممكن بلاش طماطم خلص لو مش عايزة انا بقى دلوقتي حبيبي بحضر طاجن عشان احط فيه الفريق وحطه احط بقى عليه اللحمة من فوق بصوا حبيبي هو كده خلاص تمام استوي تماما يعني مش هيكمل سوى في الفرن ولا حاجة هو بس هياخد من ريحة الشوية كده ويبقى طعمه بقى جميل جدا انا بقى دلوقتي هحط عليه من فوق اللحمة هرصها من فوق وهدهنها زبدة عشان لما حطه تحت الشوية اللحمة تتحمر تحت الشوية للمدة خمسة دقائق كده بس ياخد وش يعني بس هدهن فرشة زبدة وهدهن اللحمة كلها بالزبدة علشان تتحمر حلو تحت الشوية اهو كده احطه تحت الشوية بقى ياخد وشه اللحمة تتحمر بس حبيبي هو ده الاكل بتاعنا النهار ده وطبعا عملت معايا شربة لسان العصفور انا عملتها معاكو كتير قبل كده بحمل لسان العصفور في الزبدة وبزود عليه لشربة اللحمة والتوابل اللي انا بحبها اللي هي جسط الطيب والسبع بهارات طريقتها معروفة انا عملاها معاكو قبل كده وده طاجن الفريق يا رب يكونوا عجبكو بس وما هنسوش تشتركوا في قناتي ولايك ومرسي ليكو باي باي